موسيقى دائماً هيك نكون هداة البال إحنا منقول دائماً لما تكون هداة البال والصحة منيحة دائماً عندنا احتفالات إن شاء الله بالخير خلينا نبدأ المشوار في الإعداد والتقديم معكم باسيم تحيات لطاكم قناة هلا اللي بتعب معنا كتير لنكون عندكم دائماً بأحلى صوت وأحلى صورة برنامجنا مثل ما بتعرفوا الفقرات معروفة طبعاً الفقرة الأخيرة المثل الأسبوعي اليوم رح نكشف عن المثل ورجاءً إرسال الإجابات على الفقرة الأخيرة بوقتها طبعاً واليوم رح نستبدل المثل اللي كان معنا بمثل آخر أسبوع كامل يبقى معنا بالفقرة الأخيرة ببرنامجنا خلينا نبدأ وعدناك اليوم كتير أمثال على شباط اللي إحنا موجودين بهالشهر الحلو شهر يوم بيكون شتاء يوم بيكون يعني ما فيه على كلام رباط اليوم ربيع جداً وطبعاً كل اللي طلعوا على الطبيعة بيقولوا قديش الطبيعة عم تعطينا هاللوحات الحلوة المرسومة بيعني يد الخالق إحنا منقول الألوان الحلوة الطبيعية بالطبيعة خلينا نبدأ المشوار بشباط بشباط يا جماعة واللي عنده جاج بيعرف اللي عنده جاج بيعرف بشباط ببيض الجاج يعني الدجاج أو الفرخة بمصر في شباط ببيض الجاج على البساط انتبهوا كتير على بياد كأنه شك على بياد أو على البلاط وحدة منهن تبدأ الرسائل أول شغلة وكل هنبنته بها الوزن المعروف للكلمة انتبهوا كتير في شباط اللي إحنا موجودين فيه ببيض الجاج على البساط على بياد أو على البلاط والرقم موجود على الشاشة 0583924051 وصار عنا صار عنا رسائل حلوة بدأ أشكركم جميعا طبعا كل اللي بيبعث لنا رسائل حتى ما قبل البرنامج يعني تبدأ الرسائل أول شغلة بيقولولنا قديش مبسوطين مع هلا قديش مبسوطين ببرامج قناة التوعية قناة هلا قديش بتابعوا بانت بتابعوا هلا أهم شغلة قبل ما نبدأ البرنامج تطبيق هلا يا جماعة مهم جدا يكون عندكو بكل هاتف ذكي مثل ما عندكو تطبيق بانت نزلوا تطبيق هلا وفيها أرشيف كامل يعني أي حلقة من حلقات كل البرامج ومبسوطين مع هلا كبس صغيرة بتشوفوا كل الحلقات وبتسمعوا أسمائكو أيضا اللي عم نذكرها ومنرحب بالجميع كل الأسماء الجديدة كمان أهلا وسهلا فيها خلينا نبدأ هند شربيني من الناصري مثلا خير يا هند وبدنا منك جواب أمير من الناصري مثل دايما جوابك صحيح وكتير ناس بيقولوا أنه وعن بيبحثوا بيكتبوا لي منفتش منفتش بشباط اللي إحنا موجودين فيه ببيض الجاج أكيد اللي عنده جاج بيعرف أنه بشباط ببيض الجاج على البساط ببيض الجاج على بياض أو ببيض الجاج على البلاط والسبب معروف دايما لكل اللي عندهن جاج وبلشت لمكاقاه بالنسبة للأمثال أمال من يافا جوابك صحيح يا أمال والظاهر أمال عندك جاج بيافة ممكن أحدا بيعرف كتير ناس يعني بأي بلد بأي قرية بأي مدينة اللي بيحب الجاج بيربي جاج مع أنه مرات طبعا ده أقول لكم شغلة موضوع وانفتحوا سيري وانفتحت مرات الجيران يا جماعة ما بيعجبهم بقول لك الفرخة أو الجاج اللي عندك أزعجتنا أو الديك اللي عندك أزعج كل الحارة ممكن إحنا طبعا ما بزعجنا إشي وبالعكس حلو حلو الناس ترجع على الطبيعة لأنه بيقولوا دايما أنه حتى البيضة البلدية غير شكل يا جماعة في منها بصفرين كمان على كل حال الرقم صحيح هند شربيني من الناصري بالنسبة لهذا المثل لا مش صحيح يا هند انت باعتي ممكن للمثل آخر في السابق ولكن لهذا المثل لا يا هند غيري وارجعين لنا من الناصري وفا حسن الجواب صحيح وفا الرقم صحيح كمان يا وفا والظاهر عندك جاج أنا بعرف هلا بالخميس مبسوطين كتير مع هلا خليل حاتم عكري وامينة عكري من كابول مية بالمية الكلام الظاهر بكابول كمان عندك جاج بعرف كتير ناس كتير ناس اليوم رجعت يعني كتير ناس بعدوا عن تربية الدواجن عن تربية الدجاج مثلا في البيوت ولكن بعد ما شفنا قديش بيحكوا الناس على كتير شغلات اللي منسميها إحنا يعني طبيعية جدا يعني بدون أي كيمويات ممكن حتى بزرعوا في البيوت شغلات وبقولوا عنا بسموها كتير طبعا أشياء ولكن يعني خلينا نحكي على البيض البلدي قديش مفيد فكتير ناس رجعت تتربية الدجاج وعارفين المثل سوسا من قلانسوا كمان بشباط اللي إحنا فيه ببيض الجاج على البساط على بياض أو على البلاط وسوسا من قلانسوا مية بالمية كلامك هون جيراننا قلانسوا مع الطيبة بلد واحدة طبعا أهلا وسهلا بكل الجيران أبو كامل من الزرازير تحية شكرا لإلنا ولكل المشاهدين وبمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج الله يديم الصحة والعافية يا رب كل عام وانت بخير حج وطبعا أبو كامل من الزرازير جوابك صحيح مع كل المقدم الحلوي جوابك صحيح وأنا بعرف أنه كتير ناس كمان بالزرازير منزور كتير بلاد ومنزور كتير مناطق أول ما نفوت عن جد يعني بس مع صوت الجاج بقول لهم ربيين جاج حلو هيك بعت جواب البيت ولكن بده اهتمام يعني كل شي تعملوه في بيوتنا في بيوتكو بده اهتمام مش إنه نحط هالجاجات ويلا بدهن اعتناء بدهن أكل بدهن ماء بدهن ننظف حواليهن مش هيك بس نحط هالجاجات لا يعطونا البيد البلدي اللي كتير مرات إحنا حتى منسأل فيه بيت بلدي حواليكم نروح منشتري دغري لأنه مفيد جدا رقية سمري من الجديدة كلامك صحيح كمان بجديدة منزور كتير ناس ومنعرف كتير بيوت بعدين عندهم أقفاص الجاج وبتقول لك اليوم يلا جبنا خمس بضات تنعمل قرص هالعجة الطبيعي على الربيعة الطبيعة بالضبط هيك سليم نخل من الجولان الجولان كمان ملان جاج يعني بس نطلع على الجولان وإن شاء الله نطلع بسرعة بهالسنة كمان لازم نطلع يعني كل سنة منطلع على الجولان عشان التلوج عشان جبل الشيخ هالسنة شوي حرمونا هالموضوع ولكن إن شاء الله إنه ما حدا بعرف من ساعة لساعة فرج ما كذا بالمثل ممكن من يوم ليوم فرج ويقولوا يلا ورجعت الأيام زي ما كانت زمان ونطلع نتزلج على التلج وننبسط ونشوف أهل الجولان اللي منحبهم كمان سليم نخلي من عين قينيا من الجولان جوابك صحيح حتى بالجولان في الشباط ببيض الجاج على لبساط على بياد أو على البلاط كلامك صحيح تحياتنا إلك سليم نخلي عايدة بتحيش من الناص اللي كمان مربي جاج عايدة ظاهر عارفة بتقول عايدة الكلام صحيح بشباط ببيض الجاج على لبساط على بياد أو على البلاط أسماء الياس من البعني كلامك صحيح كمان بالبعني في كتير ناس مربيين جاج اللي مربي جاجي يكتب لي يا جماعة أسألكم أكم سؤال جميلة أمريم من عرب الحلف الجواب صحيح كمان بعرب الحلف يعني بحلفوا بتحالفوا بعرب الحلف مربيين جاج بالبيت ومرات ما منشتري بيد من بره من أي شركات بديش أذكرها ما منشتري عنا بيد بلدي بالبيت وكل يوم بس نسمع صوت الجاجي بتحاحي منقول يلا يا ولد روح جيب البيضة روح جيبها فالولاد الصغار بكيفوا يطولوا البيضة سخنة من عند الجاج هذا إشي حلو طبعا نجلة مرعي بليفريديس في جاج أهلا وسهلا فيكي وجوابك صحيح الظاهر كل الناس مربي جاج وأنا بعرفشها عواطف كيال أهلا وسهلا فيكي أم محمد والأحفاد من المكر في جاج بالمكر بعرف بشباط ببيض الجاج لا الظاهر ما عندك جاج هناك غيري عواطف كمال كيال عفوا عواطف كيال أم محمد والأحفاد غيروا وارجعوا لنا بعدنا بالفقرة الأولى وبعد معنا وقت واليوم على ذكر الفقرة الأخيرة ببرنامجنا رح نستبدل المثل الأسبوع اللي منقول عنه الصعب مع أنه فيش إش صعب على مشاهدات ومشاهدي قناة هلا لأنه أزكياء جدا 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 يام ثلاث مرات للتأكيد لأنه عن جد ما منقول المثل إلا الإجابات صحيحة هذا إشي بسعدنا قديش مجتمعنا عن جد يعني تفكيره دقة الملاحظة اللي عنده تلقائية قوة الشخصية بجنن مجتمع بجنن بس بده شوي التوعي فالتوعي بتلقوها عندنا هون بقناة هلا لأنه معروفة طبعا قناة التوعي حتى بالأمثال الشعبية يا جماعة بالأمثال الشعبية وأنا كتير عم بستفيد كمان من المثل مثلا شو معنى الكلمة هاي اللغة العربية بتجنن والمثل أعطى اللغة العربية حقها لو بتدارج أو بالفصحة ما بتفرق بشباط ببيض الجاج على كلام صحيح بطرعان في جاج بعرف ام يوسف من ترعان في جاج بترعان مليون بالمية متأكد يعطيك العافية رولا أبو خلف ام فريد من كفر كن بكفر كن في جاج كمان يا جماعة بياض كمان وبلدي تحيي لقناة هلا أحلى قناة قناة التوعي لكل الطاقم هلا بالخميس مبسوطين كتير مع هلا كل عام وانتوا بخير مناسبة ذكرى الإسراء والمعراج وانتوا بخير بشباط بتقول ببيض الجاج على كلام صحيح هل يترى على لبساط على بياض زي الشك على بياض أو على البلاط وان شاء الله يكون شباط شهر خير وبركة وفرح على الجميع ان شاء الله من تمك لباب السماء رولا أبو خلف وانا بعرف انه شهر شباط قصير صحيح وما على كلامه رباط ولكن ان شاء الله انه هالشهر مع انه كتير ناس خاصة كبار السن بخافوا من شهر شباط بقولك شباط ما بحبوه العجايز بالذات او كبار السن فان شاء الله انه هالشهر يغير هالصيط اللي طالع عليه يجب لنا بطياته يجب لنا السلام يا جماعة ان شاء الله نصير نقول والله وصل السلام بشهر شباط شو أحلى من هيك منصير نحبه أكتر كمان منشف عمر كمان منشف عمر فيه جاج متأكد مساء الخير والحمد لله أنيسي أبو الفول أهلا وسهلا فيك أنيسي والجواب صحيح تحياتنا إلك شكرا أنيسي على كل الكلام وعليكم السلام كمان بشف عمر كرم علي الصالح ببيض الجاج كلام صحيح كمان بشف عمر الظاهر عندك يا كرم جاج كريم جدا لأنه بشباط معروف المثل بشباط ببيض الجاج على البساط انتبهوا على بياض أو على البلاط ممكن مساء الخير المثل صحيح ريم كانعان من الناصر تحياتنا إلك يا ريم أو رنيم 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 كانعان من الناصر أهلا وسهلا برنيم من الناصر جواب صحيح الظاهر عندكو دجاج هناك بالناصر وأنا بعرف كتير ناس بالناصر مربي جاج بسمع بسمع يعني بسمع صوت الجاج وبسمع كمان الجيران شو بقولوا إنه مربيين جاج إزعاج مش إزعاج تحملوا شوي خلينا نتحمل بعض يا جماعة يعني كل شي دايما صار يدايقنا اليوم يعني بطلت صوت زممير السيارات الدايقنا إلا صوت الديك مثلا أو بطل مثلا صوت السيارات اللي بتمرق بعد نص الليل مع الضوضاء الكبير والضجيج هاي مش مزعجة وصوت ديك ساعة خمسة الصبح عشان فيأ الولد بالفرصة بطل مثلا مناسب يعني خلينا نتحمل بعض هاي أشياء من تراثنا من طبيعتنا من طبيعة بلادنا كل بيت كان يربي جاج اليوم هلو يبعث النجاج على البيت بالضبط وكمان مقلب يبعثوه صحيح يعني ما حدا حابب يشتغل كمان فيش باط ببيض الجاج كلام صحيح مونى فلاح ام جهاد والحفيدة مخلص فلاح بكفر سميع تحياتنا يسعد أوقاتكم كلام صحيح جدا وأكيد بكفر سميع كمان فيه جاج هيك بسمع على الحكي مونى فلاح ام جهاد أهلا وسهلا فيكم تحياتنا لكم بكفر سميع في عنا حدا واقع بالفخ هيك حاسس أنا محمد عبود من علوت وقعت بالفخ يا محمد غير وارجع لنا وبعلوت بعرف فيه جاج كتير مليان فيه جاج الكل مربي جاج تالا أبو الفول من شفاعمر الجواب صحيح تحياتنا لك تالا تالا أبو الفول من شفاعمر وعليكم السلام وكل سنة والجميع بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج بخير الجواب صحيح أم حمود فحماوي من الفريديس تحياتنا لك أم حمود وأكيد يعني ننبس دائما لما اكتار يعني من كل الأجيال بشاركوا بالبرنامج لأنه البرنامج تخصيصه ونعمل مش بس لكبار السن أو صغار السن لكل العيلة واللي ببسطنا كتير لما الجد مع الأحفاد قاعدين الجد والأبناء والأحفاد البنات والأحفاد قاعدين بحضرونا وبشاركوا هذا يسعدنا طبعا يسعد مساك وكل أوقاتك شكرا 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 ريا أمارة من كفركنة الجواب بشباط ببيت الجاج صحيح صحيح يا ريا وتحياتنا لكل أهل كفركنة وبعرف ريا عندكو جاج أو عند جيران صحيح واحد من التنتين من الكدس كمان بالكدس فيه جاج وين ما منروح الكل مربي جاج بقولك البيضة البلدية حتى لون صفارها غير شكل يا جماعة لاحظوا البيضة البلدية بعدين يعني طبيعة طبيعة يا جماعة شو الجاجات بنقودوا حوالي البيت من طبيعة الأرض لا في علف يعرفوه مثلا فيه شغلات كيموية مثلا أبدا فبطلع الاشي صحي جدا من الكدس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحج عثمان وزوجته ام العز بدران بشباط بالكدس كمان وبسلوان ببيض الجاج كلام صحيح هل يترى ببيض الجاج على البساط ببيض الجاج على بياض أو ببيض الجاج على البلاط تحياتنا لكم بالكدس وأهلا وسهلا شكرا العقيد أبو شهاب يا جماعة مش من باب الحارة من الفريديس أهلا وسهلا من الحارة الشرقية بالفريديس كباب معطينا ما أحد صندوق البريد ولكن معطينا العنوان تحياتنا إلك العقيد أبو شهاب والجواب مش كتير يا عديد مضبط اليوم ده تغير غير وارجع لنا أهلا وسهلا شكرا على الكلام الحلو كتير ده أقول لكم شغلة لما منقول كلام حلو بعطونا كتير ألقاب طبعا يعني بالحكي فما منذكرها ولكن نشكركم عليها كتير إشي حلو عن جد يعني بعبر مهم جدا يعبر الإنسان عن محبته لقناتها لو إلنا شكرا لكم كتير على المحبة عن جد أغلى شيء بالحياة المحبة ولا في أغلى منها بتسوى كل عمرات ومصاري وسيارات العالم كلها المحبة وينما تروحوا إذا محبوبين بالمجتمع لا بهمكم لا سيارة ولا عمارة ولا حساب بالبنك مئة بالمئة زعلوا مني كل الغنيا زعلوا ممكن عكل حال في شباط ببيض الجاج كلام صحيح من يوسف وحمودي وعمري وإيال من يركا تحياتنا لكم بيركا ومتأكد أغلب ببيوت يركا فيها جاج كمان بربه آه ليش لا بتقولك أنا بتعميها من أكل البيت هالجاجي وبتعطينا البيض الزاكي البلدي وعليكم السلام أبو اليزن وصارة وفرح من باقة الغربية بشباط ببيض الجاج كلام صحيح هل يترى بشباط ببيض الجاج على لبساط أو ببيض الجاج على بياض معطينا شك على بياض اكتب قد ما بدك بيض علم علم أو على البلاط وليش يترى ومين معنا هون خلينا نقول أبو اليزن وصارة وفرح من باقة الغربية تحياتنا لكم دايما من مر هيك من باقة الغربية قديش هالبلاد المتصلة ببعض يعني وأنا جاي على الطيبة بقول قديش قديش الإشي حلو يا جماعة ممكن أنتوا مثلا بطريقكم ما بتنتبهوا لأشياء الحلوة بدي أذكركوا قديش إشي حلو من وادي عارة إم الفحم متصلة بعارة متصلة بالبيضة متصلة حواليها بعدين بتكملوا كفر قرع متصلة بشوي باقة الغربية باقة الغربية شوي على قلن سوا كله متصل ببعض وهذا اللي بنسميه متروبوليتان عربي أصلي يعني كمان عشر سنين كلها بلد وحدة يعني شو رح يسموها أو عشرين سنة بلد وحدة كبيرة خلص هيك منصير نقول وعليكم السلام الحج أبو الناجي من النعورة الجواب صحيح مش كتير تسأل لي مش كتير بك تغير يا حج أبو الناجي ما عندكوش بالنعورة جاج بشباط اسألهن بشباط ببيض الجاج على لبساط ببيض الجاج على بياض أو ببيض الجاج على البلاط تحياتنا إلك وأهلا وسهلا بأهل النعورة وامتابعين شكرا لحج أبو الناجي فكروا ارجع لنا معنى وقت عشو مستعجلين أصلا معنى وقت هاي كلمة عشو مستعجلين بدي أوجهها اليوم للشباب والصبايا اللي بالسيارات يعني قبل برنامجي كان فيه برنامج المخالفات على الطريق قدي مهم جدا يستفيدوا الشباب والصبايا جماعة اللي بسلموهن أهليين سيارات مش على الشوارع السريعة بالبلد هذا بنشوفه بعينينا دايما وبدوا توعي من الأهل أنه أنت لما تعطي سيارتك لبنتك أو لابنك وصيهن ما يستعجلوا يسرعوا بالبلد عن جد لأنه طيارات يا جماعة سواريخ عشو مستعجلين داخلكم الأشغال بتشكوا منها دايما وبتقولوا الوضع الاقتصادي صعب عشو مستعجلين عشو طايرين كلها فرقية خمس دقايق يعني بس فيه أرواح ناس على الشارع مهمة جدا فرجاء من كل أم بتعطي ابنها أو بنتها سيارتها أو كل أب بعطي ابنه أو بنته سيارته حتى يقول ابن معه رخصة صار زلمة بنتي صارت صبية معها رخصة مبروك بس وصوهن عن جد يعني على ماهلك لأنه فيه كتير ناس ما معها سيارات ماشي على الخط الأبيض مثلا هناك مفروض نخفف ولا لا ما تعلمته بالدرس النظري أهم شغل نوقف للمشا ولا لا معبر مشا ما قسمه معاه مش معبر سيارات طايرة مثلا بشباط خلينا نرجع لشباط بشباط ببيض الجاج كلام صحيح هند شربيني من الناصر كلامك صحيح مية بالمية الظاهر سألت حدا عنده جاج مية بالمية إم الفهد من البعني بشباط بتقول ببيض الجاج على البساط على بياض أو على البلاط جوابك صحيح إم الفهد من البعني ويسعد مساكوا شكرا أنتوا الحلوين شكرا لكم أحلى قناة قناة هلا وبس هيك بقولوا وكلامكم صحيح يسعد مساك شكرا ببيض الجاج على كلام صحيح إم الياسم من المكر أكيد إم الياسم ربيتلك هيك شي جاجتين عندي كناك من الجاج البياض هاد مهم جدا بشباط ببيض الجاج على لبساط على بياض بعطينا كأنه شك على بياض أو على البلاط بالنسبة للشك البياض بعمركو ما تعتو حدا شك على بياض لأنه اليوم الكل طميع بيعبي رقم وبروح على البنك دغري فما تعتو أبدا هي نصيحة اليوم على هامش شباط وعلى هامش مبسوطين مع هلا وهلا بالخميس ما تعتو أبدا أي إنسان شك على بياض خلينا نرجع بعد الفاصل ونتابع خليكم معنا مبسوطين مع هلا هلا بالخميس ترجمة نانسي قنقر عدنا مشاهدينا بعد الفاصل لنواصل الفكرة الثانية صارت بالانتظار ولكن قبل هيك خلونا ناخد ثلاث تفاعلات سريعة عشوائية ونشوف مين طلع معنا بمناسبة الإسراء والمعراج كل عام وكل الأمة الإسلامية بألف خير يسعد مساكه الطيبة طبعا المنطقة إم حسين عياد شكرا إليك كل عام وانت بخير وبتقول في شباط ببيض الجاج على كلام صحيح مية بالمية بعد شوية رح نكشف إذا كان على البساط أو على بياض أو على البلاط الحج أبو حسام الحج يحية من الطيبة كمان ما زبطت معك اليوم مرتين ما زبطت معك بعد شوية رح نكشف طبعا انفوز من الكدس كلامك صحيح على البلاط يا جماعة وليش من البرد من البرد الجاج ممكن إذا بدها طبيض الجاجي كانت طبعا إذا بالحم بتفتش على الحشائش بتفتش على القن الدجاج ولكن من البرد لو كانت على البلاط بتبيض على البلاط هيك قالوا أجدادنا ويمكن أنه اليوم بوضعنا الحالي ما فيه يعني جاج حوالي البيت ممكن يكونوا بقفص ما منلاحظ هذا الشي ولكن لاحظوا أنه بالمثل ذكروا هاي الشغلة بشباط ببيض الجاج على البلاط كلام صحيح جدا خلونا نتابع مع شهر شباط وشهر شباط بفتح فيه نوارة اللوز يا جماعة فإشي حلو كتير منشوف بعز البرد بشباط شجرة اللوز واللوزيات كلها بتفتح الألوان الحلوة إذا كان أبيض إذا كان زهري كل الألوان طبعا حلوة خاصة بشباط فبيقولوا شمس اللوز انتبهوا كتير شمس شباط يعني اللي بفتح اللوز فيه شمس اللوز بتخلي الصبية تفوز برقم واحد بتخلي الصبية عجوز أو بتخلي الصبية عزوز شو رأيكم بتكون تنتبهوا كتير للكلمات بتشابهوا شمس اللوز بشباط خاصة لأنه بنور فيه اللوز شمس اللوز اللي بتيجي على شجر اللوز خاصة بتخلي الصبية يعني تفوز بشو الله أعلم ما قالوا ما ذكروا عيد الحب ممكن بتخلي الصبية عجوز برقم تنين أو بتخلي الصبية عزوز شو يعني بعرفش ما تسألوني والرقم على الشاشة 058392 4051 الأغلب صار حافظ الرقم وخلونا نتابع يسرى أبورية من سخنين مية بالمية كلامك ببيض الجاج على البلاط بشباط وفكروا معنا بالفقرة التانية اللي بتقول بشباط طبعا وهو شمس اللوز يعني بتفتح اللوز بشباط بتنور اللوز بنور اللوز بشباط فشمس اللوز بتخلي هالشمس شمس اللوز بتخلي الصبية تفوز بتخلي الصبية عجوز أو بتخلي الصبية عزوز شو رايكو جميلة امريم من عرب الحلف الجواب بالنسبة للمثل التاني صحيح مية بالمية جميلة امريم من عرب الحلف عرفتي شو بتعمل شمس اللوز بشباط انتبهوا كتير كل عام والجميع بخير مناسبة ذكرى الاسراء والمعراج بشباط الجاج ببيض على البلاط. رانا زعبي من الدحي وانت بخير يا رانا. وكل اهل الدحي بخير. جوابك صحيح. مثل خير ام نزار وابو نزار من يافت الناصري ببيض الجاج على البلاط. المثل الاول. فكروا لنا يا ام نزار وابو نزار بيافت الناصري بالمثل الثاني وهو سهل جدا. شمس اللوز. شوفوا قداش حلو. يعني سيدة فيروز غنت لللوز. اكتار غنوا لشجرة اللوز لانه منظرها لحاله بالشتاء بين كل هالنبتات الامتلجي ونايمي. شجرة اللوز فايعة بشباط. يعني كتير منشوف قديش اشي حلو. يعني طبيعة غير شكل مع الطبيعة الشتائية. الوان مفرحة لتعطينا ندفت لانه كتير ناس بفوتوا باكتئاب الشتاء. كتير ناس بقولوا منقدرش نشوف الشتاء. ليش? حلو. يعني الصيف حلو والشتاء حلو والربيع حلو والخريف حلو. بدنا نتكيف ونكيف حالنا بكل اللي حوالينا. مش ضروري انه انا بحبش الشتاء بفوت باكتئاب بالشتاء. وكتير ناس بكتبوا بشوف انا شو بتحبه بالشتاء؟ من حب الشتاء. اللي بحب الشتاء بحب الصيف. واللي بحب الصيف بحب الربيع وبحب الخريف. واللي بحب بلده بحب كل الناس. واللي بحب كل الناس بحبه كل العالم ممكن. حلو. حلو. هيك من ناحية الامتال قديش فيه يعني رسائل عم تصل. شمس اللوز بتخلي الصبية تفوز. بشو ما اذكروا طبعا. بتخلي الصبية عجوز او بتخلي الصبية عزوز. شو رايكو؟ مين عزوز ما حدا يذكر. تحياتنا لكم اهلا وسهلا. تحياتنا لعزوز كمان ممكن يكون يحضر. سناء حداد من ترعان. جوابك صحيح بالنسبة للمثل الاول. والمثل الثاني يعني انت جوابتين على المثل الاول. المثل الثاني على مهلك. فكري وابعتيلنا. عنا سوسا من كلانسة والمثل الثاني صح كمان. عرفت عرفت شو بتعمل شمس اللوز اللي هي شمس شباط. يعني ذكرنا بحلقة الاربع مبارح. ذكرنا انه شمس شباط لكن ليش؟ لانه بالمخباط. يعني عصفرين بحجر. ولكن شمس اللوز اللي هي شمس شباط بتخلي الصبية تفوز. بتخلي الصبية عجوز او بتخلي الصبية عزوز. ممكن. مين عزوز؟ ابصر. ما حدا يسألني. خلونا انتبعوا لأبو خلف انفريد من كفر كنة. شمس اللوز بتخلي الصبية بكفر كنة مية بالمية الكلام. وهي نصيحة اليوم من خلال برنامجنا طبعا. كتير فيه نصائح. وعم تصل مشكر الله لكل العنوين الصحيحة. هذا المهم. مش بس انه نقدر نلعلع كلام. نقدر نلعلع كلام ساعات. المهم انه من ورا الكلام فيه رسائل عم تصل لعنوينها الصحيحة. هاي فايدة البرنامج بكل ما في الكلمة من معنى. خلونا نتابع ام محمود من الناصري. الجاج طبعا بشباط ببيض على البلاط. وبتقول ام محمود من الناصري شمس اللوز بتخلي الصبية عن جد. كلامك صحيح ام محمود من الناصري بدون علامة سؤال صح. تسألني علامة سؤال. مية بالمية جوابك ام محمود من الناصري. لا تبعث لا علامة سؤال ولا علامة تعجب. كله صح. يعطيك العافية. شمس اللوز بتخلي الصبية تحيات من الكدس. لمين? اريج فايز دجاني. تحياتنا لك اريج فايز دجاني. ومنرحب دايما بكل الاسماء الجديدة كمان. اه تشجعوا. عم تحضرون اكتار. اتشجعوا. ابعتوا على صفر وما تنسوا يا جماعة تطبيق قناة هلا. اجباري يكون بكل هاتف زكي. لانه الطريقة زكية جدا بتفوتوا. بتكبسوا على مثلا. مبسوطين مع هلا. ارشيف كامل. من لما بلش البرنامج لليوم. اي حلقة بلمسة صغيرة. ضغطة صغيرة. بتحضروا الحلقة. وبتسمعوا كل الامتال. وبتستفيدوا. وبترافقكم مثلا بالسيارة. بالبيت. وين ما كنتوا. شمس اللوز. بتخلي الصبية. رانا زعب من الدحي. كلامك صحيح. مية بالمية رانا. ويعطيكم العافية. شكرا. سمير حمودي دغيم من شعب. اهلا وسهلا سمير. اللي عنده جاج بشعب. صحيح. ببيض الجاج بشباط. على البلاط. كلامك صحيح. اهلا وسهلا بسمير دغيم. عنا كمان ميسل قرناوي من راهط. من نط طبعا شمال جنوب شرق غرب. كل اللي عم بشاهدونا. وين مكان. منرحب فيكو دايما. وعلى ذكر المشاهدين كمان. قبل ما نذكر ميسل قرناوي براهط. يعني في كتير مشاهدات ومشاهدين. ما بتواصلوا كتابين. ولكن بحضرونا. بنبعثلكو تحيي دايما. ما من ننساكو ابدا كمان. يعني مرات بيعتبوا علي. بتوجه تحييات بس للي بكتبلك. طب ما انتو شو عرفني مين قاعد يحضر. فنجمل الكل. كل اللي قاعدين يحضروا. او وقفين ممكن يكونوا. او بحضروا بالمطبخ. او بحضروا عشاء. ممكن. وين ما بتكونوا. او بالسيارة حسب تطبيق طبعا. قناة هلا. فمنقولكو اهلا وسهلا فيكو جميعا. وعن جد بشرفنا حضوركو إلنا. واحنا منتشرف فيكو دايما. احلى جمهور عربي رائع جدا. قناة هلا. مثلا خير. ميسلك رناوي من راهط. ببيض الجاج على بياض. معروف طبعا. بشباط. من البرد. بتلحقش حالها مسكين الزجاج. من البرد بترجرج. هالبيضة بتنزل على البلاط. وبتنكسر مرات كتيرة. فميسلك رناوي مية بالمية كلامك. كمان براهط. كرم علي الصالح. بيقول. شمس اللوز بشباط. لانه اللوز بنور بشباط. يعني كثير شجر اللوز اللي عنده لوزيات. حتى المشمش. كثير يعني ناس عندهم لوزيات. الأشجار اللوزية بسموها. ومش على جسر اللوزية كمان. شمس اللوز بتخلي الصبية تفوز. بشو ما ذكروا. بتخلي الصبية تصير عجوز ممكن. او بتصير الصبية عزوز ممكن. ما حدا بعرف اليوم كثير. يعني مرات. بدون مثلا مرات. تقول هاي عزوز ولا عزيز ولا مين. بدنا نعرف. ممكن. كرم علي الصالح كلامك صحيح. نعطيك العافية كرم. وهلا بالخميس ريا أمارة من كفر كنة بتخلي الصبية شمس اللوز. شو رايك يا ريا. شو رايك بالكلام. يعني أجدادنا مش أنا. ما إلي علاقة. أجدادنا هيك نصحونا. إنه شمس اللوز. انتبهوا منها. عما نصحكوا. بتخلي الصبية. ورح نحكي ليش طبعا. شمس اللوز بتخلي الصبية. والله كلام صحيح. منا فلاح مجهاد من كفر سميع. تحياتنا إلك. أميري من الناصري. شوفوا شو بكتب أمير. يخرب شرك من وين بتجيب هالأمثال. حلوي يخرب شرك. لأنه حلوي. مش يخرب بيتك. يخرب شرك. حلو إنه الإنسان يخرب كل الشرور يا جماعة. ويبقى بس الخير عامر إن شاء الله. مع تحياتنا لعامر كمان بحضرنا. أمير بيقول شمس اللوز بتخلي الصبية. كلامك صحيح يا أمير. وبيقول انتبهوا منها. عم بنبهكم أمير كمان. وهلا بالخميس أهلا وسهلا أبو كامل من الزرزير. كمان أبو كامل بنبه كل الصبايا بالزرزير والمنطقة. من شمس اللوز. لأنه شمس اللوز بتخلي الصبية تفوز. بتخلي الصبية عجوز. أو بتخلي الصبية عزوز. انتبهوا. وتحيات لعزوز اللي عم بيحضرنا كمان. من عدنان سعيد من الناصر. ارسال عدنان. شمس اللوز. كلامك صحيح يا عدنان. وكمان عدنان الظاهر عندك جاج. لأنه عرفت انه يعني بشباط بتبيض الجاجي على البلاط. كلامك صحيح. وبتنكسر هالبيضة. صحيح. عدنان سعيد من الناصر. سعيدين بوجودك. أهلا وسهلا. كمان ام يوسف من ترعان. عرفت المثل الأول. والمثل الثاني يا ام يوسف صحيح. يعني شمس اللوز. شو أحلى من شمس اللوز. شمس شباط. اللي بنور بشباط اللوز. يعني ذكروا بهالجملة بهالكلمتين. كتير شغلات عن شهر شباط. شمس اللوز بتخلي الصبية تفوز. بتخلي الصبية عجوز. أو بتخلي الصبية عزوز. وجوابك صحيح. ام يوسف من ترعان. مية بالمية. فانصحي كل صبايا ترعان أيضا بهالنصيحة. زيد البيك من كفرمندا نطينا من ترعان. لا. كفرمندا وسهل البطوف. وتهني العم محسن بمناسبة عيد ميلاده للمية وعشرين يا محسن. صحيح. زيد البيك كمان مية بالمية على البلاط المثل الأول. وشمس اللوز كمان بكفرمندا. في كتير لوزيات. شمس اللوز بتخلي الصبية. كلامك صحيح. زيد البيك. أهلا وسهلا فيك زيد. أم حمود من الفريديس. شمس اللوز بتخلي الصبية. لا يا أم حمود بدك تغيري. أم حمود في حماوي عرفت المثل الأول طبعا. الجاجي بشباط بتبيض على البلاط. ولكن المثل الثاني لا. بدك تغيري وترجعي لنا. ومعنى وقت. بعدنا بالفقرة الثانية. شمس اللوز بتخلي الصبية بحيفة حتى. كلام صحيح. ميرا سحاق. نحياتنا لك يا ميرا. وأكيد كلامك صحيح كمان نصيحة لبنات حيفة. انتبهوا من شمس اللوز. بعد في أكم شجرة لوز بحيفة. بعد بشوف في أكم جنين بحيفة. محافظين يا جماعة على شجرة اللوز. في ناس شفوا هالشجر وعمروا هناك بطون. صحيح. جنة وعيسى حجاجر. الجواب بالنسبة للمثل. يعني بقولولنا كلام صحيح. شمس اللوز. جنة وعيسى حجاجر. الجواب صحيح مية بالمية. بتخلي الصبية شمس اللوز. اللي هي بشباط. بتخلي الصبية تفوز. بتخلي الصبية عجوز. أو بتخلي الصبية عزوز. ما حدا بعرف. ممكن انتو بتعرفوا أكتر صبايا. شمس اللوز. بتخلي الصبية. والله عرفات أكتر منا الصبايا. لأنه أبو اليزن. وسارة وفرح من باقة الغربية. عرفوا. انه بشباط. بتبيد الجاج على البلاط. وكمان عرفوا. المثل الثاني. شمس اللوز. بتخلي الصبية. مية بالمية. الكلام. من الكدس. من الحج عثمان. وزوجته أم العز بدران. كمان بالكدس. ما عرفوا. بالنسبة للمثل الثاني. ولكن الأول. بالنسبة للجاج. مية بالمية. على البلاط. أما المثل الثاني. بالنسبة لشجر. اللوز وشمس اللوز بالكدس لا بتكو تفكروا باشي تاني بكلمة تانية فوز عجوز او عزوز شمس اللوز بتخلي الصبية هديل وياسمين من ياركا جوابكو صحيح مية بالمية دحياتنا لكو هديل وياسمين من ياركا عنا كمان وفا حسن الجواب على المثل التاني صحيح يا وفا يعطيك العافية على المثل الأول كمان نصيحة حلوة بالمثل عن جد يعني بس نشرحها كل الصبايا مش بس صبايا يعني انا بظل اقول كل الستات هندي بعينينا صبايا يا جماعة يعني حتى لو صارت الست مثلا نطة السبعين نطة التمانين بتظل صبية من جوا بروحها صبية فعشان هيك مننصح كل الصبايا اللي ما فيها يعني ما حددنا عمر من الصبية الصغيرة للصبية الكبيرة وكيفوا كل الستات بقول لك احنا منضل صبايا صحيح بتضلوا صبايا يعني الزلام اللي بيكبروا صحيح بيختيروا اكتر من الستات ليش اسألوا حالكوا ليش بالضبط اسألوا حالكوا ليش وكل الزلام عارفين السبب مساء الخير لقناة هلا وكل اللي عاملين فيها الجاج بشباط ببيض على البلاط من قليم وصارة ومحمد وآدم وهاني ودينا مزاريب جوابكوا صحيح شو مع المثل التاني فتشولنا على المثل التاني اللي بقول شمس اللوز يعني شمس شباط لانه بشهر شباط بنور اللوز شمس اللوز بتخلي الصبية تفوز ممكن تفوز بجيين على عيد الحب ممكن هذا بعرف او بتخلي الصبية يعني هناك معروف طبعا عجوز برقم او بتخلي الصبية عزوز واحد من الثلاث صح انيسي علاء محمود شرارة بن الناصر جواب صحيح على المثل التاني ايضا على المثل الاول يا انيسي وليلتكو جميعا انيسي جدا نسرين امطانس من حيفا بتقول شمس اللوز كمان بحيفا بتخلي الصبية كلامك صحيح نسرين ويسعد مساكي ويعطيكي الف عافية شكرا نسرين صار سيميال وصار وسيميال من ام الفحم كلامكو صحيح بام الفحم معروف المثل الاول اكيد الجاجي بشباط بتبيض على البلاط والمثل التاني شمس اللوز اللي هي شمس شباط بتخلي الصبية تفوز بتخلي الصبية عجوز او بتخلي الصبية عزوز انيسي علاء محمود شرارة من الناصري على المثل التاني صح كمان جميل امريم بالنسبة للمثل التاني لا بدك تغيري المثل الاول عرفتي انه على البلاط ولكن المثل التاني لا غيري وارجعي لنا رقية سيمري من الجديدة بتخلي الصبية شمس اللوز كمان بالجديدة انتبهوا بتخلي الصبية كلام صحيح رقية يعطيك العافية رقية وعننا امال من يا فلأ يا امال غيري لك شي حرف وارجعي لنا امال من يا فلأ بالنسبة للمثل التاني يسرى ابو ريا من سخنين شمس اللوز بسخنين في كتير لوز كمان بتخلي الصبية مية بالمية وكلامك صحيح الشرح مفيد جدا يعني رح اشرحوا يسرى ابو ريا رح اشرحوا بنهاية الفقرة التانية ليش قالوا اجدادنا هيك وشو نصحوا الصبايا من كل الاعمار يعني من عمر صغير لكبير خلينا نطلع فاصل بعد الفاصل نصيحة بألف يا جماعة من قناة هلا لكل الصبايا على شمس اللوز شمس الشباط ومنتابع هلا بالخميس خليكم معنا موسيقى عدنا للمتابع الفقرة التالتة بالانتظار ولكن قبل هيك كم تفاعل سريع على الفقرة التانية لأنه شمس اللوز اللي هي شمس شباط بتخلي الصبية تفوز بتخلي الصبية عجوز او بتخلي الصبية عزوز سناء من ترعان تحياتنا لك على البلاط صح اكيد في البداية وايضا المتال التاني بتخلي الصبية ونصيحة بعد شوي لكل الصبايا شمس اللوز بتخلي الصبية سارة وقالين ومحمد مزاريب تحياتنا لكم كلام صحيح المتال التاني واخر تفاعل على المتال التاني أنيسي أبو الفول من شفا عمر 100% كلامك شمس اللوز بتخلي الصبية عجوز وبتقدروا تسألوا طبعا شمس شباط مدرة جدا بالبشرة خاصة إذا كانت طريقة مباشرة بين ساعات وساعات طبعا مش كل النهار مثلا من الساعة 10 الصبح للساعة 3 بعد الظهر مش لازم تكون شمس شباط على البشرة مباشرة لأنه تقدروا تسألوا طبعا كل المسئولات عن البشرة واللي بشتغلوا بهذا الموضوع قديش شمس شباط مدرة للإنسان كالمخباط وكمان للبشرة فشمس شباط بتخلي تجعيد الوجه تزيد بتصير الصبية تبين عجوز هيك قالوا أجدادنا تحياتنا إلهم وإلكوا وخلونا نتابع كمان على شباط اليوم مجهز لكم مثل قبل ما نكون مع الفقرة الأخيرة ببرنامجنا ما قبل الأخيرة بين شباط وأذار يا جماعة نصح ونصيحة لمن؟ للمزارعين تأخرت كتير يا زارع الأجار تأخرت كتير يا زارع الثمار تأخرت كتير يا زارع الأعمار شو رايكو؟ بين شباط وأذار يعني بهالفترة اللي إحنا موجودين فيها كمان شوي بصير أذار بهالفترة بين شباط وأذار تأخرت كتير يا زارع الأجار يا زارع الثمار أو يا زارع الأعمار واحد منهم صحيحة والرقم على الشاشة 0583924051 كتار ببعتولنا كمان على الفقرة الثانية أهلا وسهلا بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج كل عام والجميع بخير وبتخلي الصبية عجوز من أم نزار وأبو نزار من يافت الناصري كلام صحيح وأكل عام والجميع بخير من العيادات من الزرازير كمان أحلى مساء نوح من الزرازير تحياتنا إلك يا نوح وفكر معنا بالفقرة الثالثة نوح أهلا وسهلا فيك شمس شباط بتخلي الصبية عجوز أكيد لأنه شمس اللوز بتخلي الصبية عجوز وبالنسبة للجاج هناك بقولولنا على البلاط وائل صفوري من الريني تحياتنا إلك يا وائل على المتلين صح أكيد صفاء من شفاعمر ببيض الجاج على البلاط بشهر شباط من البرد ممكن ما بتلحق حالها اللي هي على البلاط وعليكم السلام الحجي فاطمي خالدي من شعب ببيض الجاج مش على بياض أبدا مش على شك أبيض عرفنا طبعا على بلاط وبتخلي الصبية مش عزوز لا بتخلي الصبية عجوز في كتير ناس اختاروا عزوز بعرفش ليش أنه الصبية بتصير تبين كأنها عزوز من شمس شباط لا أكيد لا شمس اللوز بتخلي الصبية شمس اللوز بتخلي الصبية لأنه شهر شباط إذا كانت الأشعة على الوجه بتأثر على البشرة وتجعيد الوجه بتسبب أنه تصير تبين أكبر من عمرها يعني عجوز مع أنه اليوم إذا ملاحظين يا جماعة كل اللي بيكبروا بالسن بيصغروا اليوم يعني أنا هيك ملاحظ بعرفش إذا أنتوا عندكوا في أطباء وطبيبات تجميل كتير أو أطباء وطبيبات أسنان كتير عارفين أنتوا لأنه اليوم أبر البوتوكس متوفر عند الكل يا جماعة فبقول أنا هاي الأم ولا بنتها بتطلع الأم يا جماعة كله كله صار ما يبين عليه مع أنه خطوط الزمن حلو تبين يعني خطوط الزمن اللي هي التجعيد خلوها على الطبيعة يعني بطلنا نعرف الأم من البنت يا جماعة مرات بقول لهم هاي العروس وهاي أمها ولا خيات بقولولي هاي الأم وهاي العروس ما لك هيك بقولولي شو بدأ أعمل يعني حسب نظري كل واحد حسب نظره ووجهة نظره كمان بالصبت شفاق حج يحيا من الطيبة زعلوا منا اليوم كل اللي عملات بوتوكس أكيد شفاق حج من الطيبة بتقولنا هناك بشباط ببيض الجاج أكيد على البلاط وشمس اللوز بتخلي الصبية عجوز كلامك صحيح فنصيحة اليوم أنه ما تقعدوا يا صبايا من كل الأعمار ما تقعدوا بشباط بمواجهة الشمس يعني مباشرة خلوا الشمس بعيدة عنكم بالزبط هيك عايدة من دير حنة شمس اللوز بتقول بتخلي الصبية عجوز والله يعني مناسب الكلام مية بالمية بتخلي الصبية عجوز عبد الرحمن عرباسي من كفر قرع يعني قديش مدرة الشمس كتير بالنسبة للبشرة كمان بشباط الدجاج ببيض على البلاط الحج مصطفى من دير الأسد وبقول المثل الشعبي شمس اللوز بتخلي البنت عجوز مثل شعبي آخر شمس شباط اللي كان مبارح شمس شباط لبنتي وشمس آذار لكنتي مع أنه العكس انتبه العكس يعني شمس شباط لكنتي وشمس آذار لبنتي هيك قال المثل أنت عكست هنا الظاهر خايف من كنتك هناك بعرف هلا بالخميس مثل ورد من الحج حسن تحيات لقناة هلا كل عام والجميع بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج كل عام وانت بخير حج حسن ويعني ايش بدي أجاوبك هون من كفر مندة ببيض على البلاط كلام صحيح بتبعتي لنا انت مرات أمثال ضمن الكلام فمنخليها إلنا ممكن نستعملها كمان ببرنامج قادم ان شاء الله من الأسبوع القادم شكرا حج حسن شمس اللوز بتخلي الصبية مش تفوز ولا تفوز ولا عباله ما كان في عيد حب وما كان في تفوز بهدية ولا بدأ بدوب كانت تفوز بأشياء تانية ولكن شمس اللوز بتخلي الصبية عجوز حنيفة بدران من عكة أكيد هيك تبتلي مكمل المثل بتخلي الصبية تفوز بجوز هذا اليوم ممكن يعني اليوم بوقتنا الحالي بيستلوا كتير صبايا 14 شباط بقول لك بلكي بلكي زبطت معنا بأربعة عشر شباط حدا فطن فينا جاب لنا دبدوب مثلا هناك طبعا بفيوز وبجوز ممكن أو لوز كمان ما حدا بعرف بتخلي الصبية عجوز أزبط المثل كاملة ساعدة من الناصر إيجابي كاملة مية بالمية كاملة ومن تابع كمان شمس اللوز بتخلي الصبية عجوز يعطيك العافي عمر ومريم وصارة وبنت العم سميال من أم الفحم كلامكم صحيح وكمان الجاج بأم الفحم بشباط ببيط على البلاط بالضبط هي أهلا وسهلا فيكم تحياتنا لكل اللي بيبعثوا لنا أمثال بدأ أشكركم أهلا وسهلا بالجميع تحياتنا لحج أم أحمد حسيني من الناصر الجواب بتخلي الصبية عجوز مية بالمية فكروا لنا بالمثل الثالث بين شباط وأذار تأخرت كتير يا زارع الأشجار تأخرت كتير يا زارع الثمار أو تأخرت كتير يا زارع الأعمار كنت انتبهوا فكروا معنا تحياتنا لشربل بيك وفركنة شكرا يا شربل أهلا وسهلا فيك شربل تحياتنا إلك مثلا الورد آمن من الريني شمس اللوز بتخلي الصبية عجوز كلام صحيح أهلا وسهلا بآمن شمس اللوز بتجيب لكل صبية جوز كل واحد صار يكتب على زوءه يا جماعة الحجة بتقول على البلاط العكيد أبو شهاب من الفريديس الحجة بتقول إنه بتجيب لكل صبية جوز هذا خاطئ الكلام شمس اللوز بتخلي الصبية عجوز فتحياتنا إلكوا وطبعا إن شاء الله إنه كل الصبايا يلاقوا عرسان ليش لا أروى محمود شرارة من الناصر على البلاط صحيح وبالنسبة لشمس اللوز بتخلي الصبية عجوز كمان أروى محمود شرارة من الناصر جواب صحيح متابعين تحيات إلكوا وتحيات من دعاء من طمرة بتقول شمس اللوز بتخلي الصبية عجوز كلامك صحيح يا دعاء والجاج بشباط كمان بتطمرة ببيض على البلاط يا جماعة إشي معروف يعني اللي عنده جاج يرائي بالجاج بشباط مرات من البرد ما بتلحق تصل إلا هالبيضة نازلة على البلاط ممكن على الدرج كمان ما ذكروا تحياتنا إلكوا عفوا ماجد أحمد من مصمص الصبية طبعا بمصمص أكيد لا لأنه بتخلي الصبية عجوز ومش تفوز هاي الكلمة انسوها شكرا يا إم ماجدي كمان من مصمص تحياتنا إلكوا متابعين وعليكم السلام إم مروان الحج يحيى من الطيبة وابنتها شفاء بقولوا شمس اللوز بتخلي الصبية عجوز الكلام صحيح فكروا لنا بالمثل التالت يعني صار رسولنا بالفقرة التالتة بين شباط وأذار تأخرت كتير يا زارع الأشجار تأخرت كتير يا زارع الثمار أو تأخرت كتير يا زارع الأعمار تأخرت كتير هلو الشاي غلى شو هالحكي الحلو من اللد سعيد تحياتنا إلك يا سعيد اكتب لنا سعيد من اللد غير تحياتك وغير الشاي وغير تحياتك لقناة هلا فكرنا بالمثل التالت سعيد بين شباط وأذار تأخرت كتير يا زارع الأشجار تأخرت كتير يا زارع الثمار برقم تنين أو تأخرت كتير يا زارع الأعمار برقم تلاتي وإنتوا طبعا قدرة عم تستوعبوا طبعا حتى النصايح والتوعي بكل مثل عم تأخدوها أمال من يافا مية بالمية على المثل التالت كلامك صحيح جدا وعرفت أنه المثل التالت ما في أي دخل لعزوز بتصير الصبية عجوز هيك قال المثل عزوز طلعوا من الكلام هناك والجواب صحيح على المثل التالت كامل ولا أبو كامل أبو كامل أبو كامل من الزرزير جواب كامل على المثل التالت والتاني كمان تخلي الصبية عجوز وهلا بالخميس تحياتنا إلكم تأخرت كتير مها راسم زعبة من تمرة الزعبية بتقول عجوز وبتقول كمان تأخرت كتير يا زارع الأشجار الثمار أو الأعمار كلامك صحيح مها راسم زعبة من تمرة الزعبية خلونا نتابع من تمرة الزعبية لوين يعطيكم العافي سمير حمودي دغيم من شعب جوابك صحيح على الأول أكيد على الجاج وعلى البلاط أيضا على الثالث كمان يا زارع مين اللي تأخر بين شباط وأزار تأخرت كتير يا زارع الأشجار يا زارع الثمار أو يا زارع الأعمار كلام صحيح تحياتنا إلك سمير حمودي دغيم من شعب انفوزي من الكدس كمان على المثل الثالث يا انفوزي فزتي معنا بجواب صحيح تحياتنا إلك يا انفوزي من الكدس تأخرت كتير بين شباط وأزار يا زارع الأشجار يا زارع الثمار أو يا زارع الأعمار حلو حلو سوسا من كلانسا وكمان جوابك صحيح على الفقرة التالتي الفقرة الرابعة جايين عليها ما تبعتوا إجابات إلا بوقت الفقرة الرابعة حتى نستبدل المثل الصعب اليوم بمثل أصعب رح أشغل بالك كل الأسبوع ونهايته كمان كرم علي الصالح من شفا عمر تأخرت كتير بين شباط وأذار يا زارع كلامك صحيح كرم تعطيك العافية كرم علي الصالح من شفا عمر وخليل حاتم عكري وأمين عكري من كبول على البلاط صحيح والصبية بتصير عجوز من شمس اللوز شمس شباط وتأخرت كتير يا زارع كلام صحيح والمثل الأسبوعي بعد شوي كلامك صحيح بعد شوي رح نذكر ورح نشرح ليش صحيح أسماء الياس من البعني بين شباط وأذار تأخرت كتير يا زارع كلام صحيح الأشجار الثمار أو الأعمار كلام صحيح أسماء أسماء الياس من البعني أنيسي أبو الفول الجواب صحيح على المثل الثالث كمان يا أنيسي وأهلا وسهلا فيك من شفا عمر وامتابعين تأخرت كتير يا زارع ام نزار ومن يافت الناصري ابو نزار ما شارك هناك ام نزار لوحدها بهذا المثل ابو نزار اطلعت انت اوت هناك فام نزار بتجاوب صح على المثل الثالث تحياتنا لكم بيافت الناصري وام الفهد ابو فني من كفر قرع الجواب الأول الجاجي بتبيض على البلاط صحيح بشباط الجواب الثالث ولا الثاني التاني الثاني الصبية من شمس اللوز بتصير عجوز وهي شمس شباط طبعا والمثل الثالث يعني كاتبت لي الثلاث اجابات برسالة واحدة حلو كتير ام فهد ابو فني كمان صح المثل الثالث حلو كتير وعم نستفيد يعني اسبوعيا بكل حلقة اربع امثال بكل اسبوع عنا طبعا يعني بين 12 ل 13 مثل ممكن اقل مرات حسب المثل الاسبوعي منستفيد منها ومنفيد مجتمعنا بين شباط واذار تأخرت كتير يا زارع رانا زعبي من الدحي كلامك صحيح يعطيك العافية رانا وعننا كمان كلمات حلوة عم تصلنا مشكورين يعني كل اللي عم بيبعد كلمات سامر يعني حلو الكلام حلو حلو قديش بتعطي الكلمات الحلوة نفسية حلوة للانسان قديش يعني بتعبوه طاقة جد شكرا لكم كتير سامر من الناصري بتخلي الصبيع عجوز صحيح يا سامر ايضا ام يوسف من ترعان كلامك صحيح على المثل الثالث كمان إلك ولسامر من الناصري اهلا وسلام فيكم من جميلة امريم من عرب الحلف الجواب تأخرت كتير بين شباط واذار يا زارع ما زبطيش كتير هون جميلة امريم بعد الفاصل منتابعه منكشف على المثل الثالث ومنحل كمان المثل الأسبوعي لتعب كتيرين هلا بالخميس شكرا للمشاهدة عدنا مشاهدينا للمتابعة والفقرة الأخيرة ببرنامجنا والفقرة الأخيرة لها الأسبوع أيضاً بهلب الخميس مثل ما تعودنا 2-4-5 بعد الموجة المفتوحة أو بعد برنامج مخالفات على الطريق مثل اليوم الخميس فمنتابع دائماً من أسبوع لأسبوع نتمنى أن الأسبوع القادم نسمع أخبار حلوة متعلقة بالسلام شمس اللوز تجعل الصبية عجوز من حيث ميرا صحاق صحيح كلامك وأيضاً بين شباط وأذار بتقول ميرا صحاق من حيث تأخرت كثير يا زارع الأشجار تأخرت كثير يا زارع التمار أو تأخرت كثير يا زارع الأعمار جواب صحيح ميرا نأخذ كمان رقية سمري من الجديدة صحيح جوابك على المثل الثالث أيضاً بشباط الدجاج ببيض على البلاط الحج مصطفى بعثنا صورة 3-4 دجاجات بلديات من دير الأسد كلام صحيح ويعطيك العافية شكراً إلك حج مصطفى من الكدس الحج عثمان وزوجة أم العز بدران بين شباط وأذار تأخرت كثير يا زارع الأشجار الكلام صحيح مئة بالمئة ويعطيك العافية فكل اللي كتبوا الثمار أكيد لا والأعمار يعني الأعمار بيد الله ما إلو علاقة لا شباط ولا أذار فتحياتنا إلكوا دائماً وقالله يطول بأعمار الجميع خلونا نتابع مثل أسبوعي طرحنا عليكم الخميس الماضي أسبوع كامل لليوم اللي سبق معروف شم الحبق والحبق أكيد يعني بكل بيت عربي زمان كان فيه التنك يزرعوا بتنك الزيت التنك اللي يجيبوه طبعاً يزرعوا فيه لأنه كمان إفادة الصدى طبع التنك كتير مفيدة للزراعة فبيقول إنه الحبق بالبيت كل بيت على مدخله دائماً فيه حبق يعطي ريحة حلوة للزوار ونفس الوقت اطلع جبلنا أكم حبقة منحط على صلطة الملفوف منحط على صلطة الخس منحطها بالأكل منعمل مثلاً نوع أكلي منحط حبق كمان اليوم يعني ما اكتشفوا كل شف جديد عم بقولك بس تعمل حبق هاي حبيبة من زمنات أجدادنا وجداتنا كمان فتحياتنا إلهن اللي علمونا كل هالأشياء الحلوة اللي بتعطي كمان يعني بتفتح النفس تفتح الشهية كمان ذكرتلكوا شغلة لفتحان الشهية هي كمان واللي سبق أكل شغلة بتفتح الشهية ممتازة مش الطبق ولا العلق ولا الورق ولا كتير كلمات ذكرتوها ما إلها علاقة بمثلنا خلينا نشوف اليوم كتير إجابات وصلت وبطلب من الجميع يبعث لنا كمان مرة الإجابة على المثل الأخير شمس اللوز طبعا أكيد بتخلي الصبية عجوز وتبعا تأخرت كتير يا زارع الأشجار سيميال وصارة من إم الفحم فكروا لنا طبعا وكتار باعتوا طبعا نسرين مطانس بين شباط وأزار تأخرت كتير يا زارع الأشجار كمان بحيفاء اللي بحب يزرع يزرع يعني قبل ما يمتي هالفترة مفيدة جدا خاصة بعد الأمطار اللي صارت وإسا معها الأسبوع الربيع جدا رح تشوفوا كيف الأرض رح يتغير لونها يعني أكيد الخضار بصير كمان تطلع البرقوء الحيلو الصفير ربيع الدنيا ربيع أكيد ما أحلى من الربيع مونة فلاح إمجهاد والحفيدة إيلا فلاح والحفيدة نيسان كمان رمضان من كفر سميع ببعتوا لنا إنه يتأخرت كتير يا زارع الأشجار بالنسبة للمثل اليوم رح نكشف طبعا شو هي الكلمة اللي فتشنا عليها أسبوع كامل ونستبدل المثل الأسبوعي بمثل آخر يبقى معنا كمان من اليوم للخميس القادم شمس اللوز بتخلي الصبي عجوز إم الفهد من البعني وتأخرت كتير يا زارع الأشجار صحيح من ري أمارة من كفركنة الجواب تأخرت كتير يا زارع الأشجار مية بالمية الكلام وبالنسبة للمثل الرابع والأخير لليوم نجلة مرعي أكيد جوابتنا صح كمان على المثل الثالث وكتير كتير ناس بعتولنا إجابات خلال الأسبوع على المثل الأسبوعي صحيحة جدا وتعلمنا طبعا إنه ما نختار من الخطأ الطبق يعني أمير مثلا مختار الطبق قلنا يا أمير ما إلو علاقة أمير من شفا عمر مش أمير الناصر فيه أمير من شفا عمر شمس شباط بتخلي الصبية عجوز أكيد شمس اللوز اللي هي بشباط بتخلي الصبية عجوز أبو إبراهيم من باقة الغربية تحياتنا إلك حسن إبراهيم مواسي أكيد مع قناة التوعي وبالنسبة للمثل الأخير أكيد جوابتنا كمان صح متذكر أنا خليكم معنا لنشرح كمان بنهاية البرنامج العد بالتنازل رح يبدأ عشر دقائق متبقية عدنان فايز زعبي بتخلي الصبية عجوز صحيح شمس اللوز وكمان بالنسبة لتأخرت كتير يا زارع الأشجار بين شباط وأذار شكرا إلك عدنان عنا مؤيد زيود تحياتنا إلك مؤيد من جنين أهلا وسهلا فيك مؤيد تابعنا دايما وتحياتنا لأهل جنين كمان اللي عم بتابعونا يا زارع الأشجار سوزان من الليد تحياتنا إلك كمان بيشباط ببيض الجاج على البلاط هيك قالت سوزان من الليد والمثل الأخير طبعا اللي هو اللي سبق شم الحبق واللي سبق أكل شغلي زي الحبق بتفتح النفس ع نفس الوزن من ثلاث أحرف آخر حرف قاف كتير ناس عم بيبعثو لنا الكلمة الصحيحة كمان هاني قدورة من عكا المكر صحيح من المكر عكا قضاء عكا أكيد جوابك صحيح على المثل الأسبوعي أهلا وسهلا فيك يا هاني قدورة كمان عنا هون مين عنا؟ ليمار جزماوي تحياتنا إلك يا ليمار وبوجهلك تحيي وبقولك رائعين شكرا ليمار جزماوي من عارة على بياض أكيد لا عرفتي أنه على البلاط والصبيه بتصير عجوز من شمس اللوز تحياتنا إلك من رد يا ليمار أكيد دايما كل شي بوقته حلو كمان تأخرت كتير يا زارع الأشجار أهلا وسهلا فيك ليمار من عارة أهلا وسهلا فيك عنا كمان ليمار أخرى ليمار كمان يوسف من الناصري أهلا وسهلا فيك جوابك صحيح تحيي من خالد ولين أمين عين ماهل لقناة هلا وأهلا وسهلا أكيد ذكرة الإسراء والمعراج أرسلنا كل التحيات بمناسبة ذكرة الإسراء والمعراج إميل سمعان من الناصري صبيه بتصير عجوز من شمس اللوز وأيضا إميل سمعان بالنسبة للأشجار عرفت أنه مش الأعمار تأخرت كتير يا زارع الأشجار وتحياتنا لكتير ناس عم تبعت لنا كمان على المثل الرابع اللي سبق أكل شغلي على وزن حبق مش طبق ولا علق ولا ورق وكلمات تاني كمان ذكرتوها ميس لقرناوي من راهط كلامك صحيح يا ميس بين شباط وأزار تأخرت كتير يا زارع الأشجار حنيفة من عكة كلامك صحيح يا حنيفة وأيضا عنا هون أم أدهم من شفعمر حبايبي والشمس غايبي حلم كتير والجواب يا زارع الأشجار كلامك حلو شكرا أم أدهم من شفعمر وكلام طبعا على المثل الرابع كمان صح أمير بن الناصري اللي سبق أكل الكلمة اللي ذكرتها فادي مهرة من المغار بين شباط وأزار تأخرت كتير يا زارع الأشجار مية بالمية تحياتنا إلك فادي مهرة من المغار لبنا فهم من الناصري تأخرت كتير يا زارع الأشجار أهلا وسهلا فيك وتحياتنا لكل اللي بزرع وأشجار بأي مكان مهم جدا فادي من عبلين بتصير الصبيع عجوز بجاوبنا من شمس اللوز وشرحنا يا فادي تحياتنا إلك من عبلين شرحنا شو السبب أنه نصحوا الصبايا ما تقعدوا بشمس اللوز اللي هي شمس شباط لأنه بشهر شباط بفتحوا بنور كل اللوز فنصحوا الصبايا أنه ما تقعدوا بشمس شباط مباشرة على الوجه الشمس مضرة جدا فهو قعدوا دايما بالفاي عشان هيك بتصير الصبية بتأثر على بشرتها بصير فيه تجعيد أكتر بتصير تبين عجوز مع أنه ذكرت أنا اليوم على هامش برنامجنا هالة بالخميس أنه اليوم حتى العجوز صبية يا جماعة يعني بطلنا نعرف الأعمار مرات صحيح يعني فيه إشي طبيعي وفيه إشي عمليات تجميل ما بدي أدخل بالموضوع عدنان سعيد يا زارع الأشجار واللي سبق أكل كلام صحيح من الناصر بصلنا من عدنان سعيد مية بالمية كلامك وأكيد عارف شو معنى الكلمة بعد شوية رح نشرح نوال داود من الرامي جواب المثل يا زارع الأشجار تأخرت كتير بين شباط وأذار كلامك صحيح وبالرامي على سفوح جبال الرامي كتير بزرعه زيتون وكتير أشياء أكيد يعني موجودة عايدة من درحنة الجاجة بشباط بتبيض على البلاط والله الكلام صحيح وبين شباط وأذار تأخرت كتير يا زارع كلام صحيح وشمس اللوز بتقول عايدة من درحنة بتخلص صبية عجوز المثل الأخير طبعا الرابع اللي أسبوعي هعطيكو إياه بعد شوي حتى تسجلوا عندكو وتبدوا من الليلة تفكروا بالكلمة النقصة بالمثل أسبوع كامل معكو بعد شوي رح نكشف طبعا المثل شمس اللوز بتخليص صبية عجوز فتحياتنا لكل اللي بيبعتوا لنا الحج حسن بتكتب لنا تأخرت كتير يا زارع الأشجار مية بالمية كلامك حج حسن بيكو فورماندا والمثل الثالث تأخرت كتير يا زارع الأشجار مش الثمار وشمس اللوز بتخليص صبية عجوز أبو شهاب تحياتنا لك عجيد من الفريديس فكر بالمثل الرابع ويبعت لنا لأنه اليوم رح نودع المثل الرابع ونستقبل المثل جديد اللي بيقول انتبهوا شو بيقول زي الديب يا جماعة تعرفوا شو الديب يعني الديب معروف زي الديب يعني ليلة قصة ليلة والديب الذئب زي الديب طبعه غريب المثل بيقول إن شفته هرب وإن ما شفته شو الكلمة على وزن هرب عم بعطيكم اليوم بكشف لكل أول مرة على هلا بالخميس مبسوطين مع هلا المثل الأسبوع اللي رح يرافقنا هالديب رح يوافقنا أسبوع كامل زي الديب طبعه غريب إن شفته هرب وإن ما شفته كلمة واحدة على نفس الوزن عواطف كيال أم محمد والأحفاد بالمكر بين شباط وأذار تأخرت كتير يا زارع الأشجار كلام صحيح والمثل الرابع والأسبوعي اللي سبق شم الحبق واللي سبق أكل هالكلمة الصحيحة تحياتنا لكم وأهلا وسهلا أيضا سناء حداد من ترعان بتقول على المثل ثالثة تأخرت كتير يا زارع الأشجار رقم واحد صحيح كلامك سناء أم محمود فحماوي من الفريديس تأخرت كتير يا زارع الأشجار بين شباط وأذار بعد ما أنا خمس دقائق كشفنا طبعا على المثل الأسبوع اللي رح يرافقنا فانتبهوا كتير زي الديب طبعه غريب في كتير ناس من قولهم أنت زي الديب طبعك غريب صحيح؟ إن شفته هرب وإن ما شفته بشبهوا كتير ناس بيقولوله أنت عيونك مثل الديب بالزبط هيك وفي ناس بسموا أبنائهم ديب وأسد وغزال ونمر كتير في ناس بتسمي على أسماء الحيوانات بالغابة لأنه كتير إلهن رموز فزي الديب طبعه غريب بيقول المثل ما كذب إن شفته هرب وإن ما شفته كلمة واحدة أسبوع كامل رح نفتش على هالكلمة سوى زي ما تعودنا هالأسبوع أيضا مع الكلمة اللي بعد شوي رح نكشفها يسرى أبو ريا من سخنين اللي سبق شم الحبق واللي سبق أكل كلام صحيح مية بالمية والشرح وافي جدا واللي ذكرته طبعا بنضيف عليه إنه بتفتح الشهية زي الحبق ليه بيحطوا الحبق بالأكل بيقولك الحبق بيفتح الشهية فلما تعز مناس إذا حبين ينسفولك السفرة كلها كتروا حبق يا جماعة بيضلش إشي تحطوا بعدين بالبراد كله بيفتح الشهية لأنه صحيح هاي إذا حبين ما يبقى إشي اعزموهن بالضبط جنى وعيسى حجاجر الجواب صحيح على المثل أيضا طبعا المثل الثالث لا مش الثمار المثل الثالث عرفته إنه الأشجار تأخرت كتير يا زارع الأشجار شو بعدك بتستنى بين شباط وأذار مثل خير صفاء من شفعمر مثل نور يا صفاء عرفتي إنه مش الثمار عرفتي إنه الأشجار المثل الأخير اللي معنا لليوم هدنا نكشف طبعا اللي سبق شم الحبق واللي سبق أكل النبق نون باقاف شو هو النبق نوع نبطة طبعا من أشجار الصدار بسموها زي البطم كمان بلبنان موجودة بتفتح الشهية شكلها شكلها مثل العناب مثل حب العناب لونها أكتر على أصفر مش عنابة بتفتح الشهية وموجودة بكتير مدن وكرة ببلادنا يعني قليلة موجودة ولكن بقلة لا ورولة أبو خلف إنفريد من كفركنة بتقول اللي سبق أكل النبق وطبعا ثمار أشجار الصدر بوصفها جائزة للمجتهد لمن يصل أولا فينعم بقطفها يعني حلو كتير كمان شو عم تحكي لنا واللي عرفوها الأجداد بتقول عنا هنا كمان عرفوها كغذاء ودواء يعني بتفتح الشهية وبتداوي من كتير أشياء النبق يا جماعة الكنار بسموها عرفوها الأجداد غذاء ودواء بين شباط وأذار بتقول تأخرت كتير كمان يزارع الأشجار فهيك إحنا جمعنا اليوم النبق مع الحبق نون باقاف ابحثوا طبعا عن الكلمة ادخلوا طبعا على الحاسوب اكتبوا نبق وشوفوا الصور شوفوا كمان عندكم هناك دي بتشبه العناب نبتي معروفة طبعا بالنبق فاللي سبق شم الحبق واللي سبق أكل النبق المثل الأسبوعي للأسبوع القادم من اليوم ابدو فكروا طبعا زي الديب طبعه غريب إن شفته هرب وإن ما شفته الكلمة اللي عم نسأل عنها على وزن هرب انتبهوا كتير يعني كمان من ثلاث أحرف يا جماعة الكلمة اللي منبحث عنها ما تروحوا على كلمات طويلة منهوينها عليكم اليوم بتلاث أحرف فقط خلينا نتابع ونشوف مين بعت لنا كمان من الكدس الحج عثمان اللي سبق شم الحبق واللي سبق أكل النبق بالقاف مش النبق النبق هيك اسمها النبتة النبق من أشجار السدر طبعا سوسا من قلنسوة كمان جوابك صحيح على المثل الأسبوعي أيضا ماجد أحمد من مصمص بين شباط وأزار تأخرت كتير يا زارع الأشجار شكرا ماجد أحمد من مصمص أيضا أنيسي أبو الفول الجواب كمان صحيح اللي سبق شم الحبق واللي سبق أكل النبق اكتار أرسلوه لنا خلال الأسبوع بدأ أشكركم جميعا ممكن ما ذكرناكم اليوم ولكن أم الأمير بن الناصري طبعا كمان بعطي لنا جواب صحيح اكتار يعني إذا نسينا حدا أعذرونا خلينا ننهي البرنامج نتمنى لكم نهاية أسبوع رائعة في الإعداد والتقديم كان معكم بسيم بتمنى طبعا أنه انبسطتوا واستفدتوا ما تنسوا في تمام السابعة البرنامج الإخباري هذا اليوم بتمنى لكم أحلى نهاية أسبوع إلى اللقاء موسيقى